انتقلت المتقاعدة يودوغوري مخميليذة التي تبلغ 61 عاماً مع زوجها جمال الدين وعائلتهما إلى منطقة خوروسون التي تبعد 70 كم جنوب العاصمة دوشامبي في إطار برنامج حكومي لتشييد مساكن في مناطق جديدة لإيواء السكان الأكثر عرضة للمخاطر المناخية وفي هذه الجمهورية السوفيتية السابقة التي يبلغ عدد سكانها عشرة ملايين نسمة وتعد من أكثر الدول التي تضم جبالاً تشير الحكومة إلى أن مئات الألاف من الأشخاص يعيشون في مناطق تشهد انهيارات طينية أو أرضية أو ثلجية وفيضانات وزلازل تطال حتى العاصمة وفي العام 2023 وحده وجه الطاجكستان 557 حالة طوارئ مرتبطة بكوارث طبيعية مما أودى بحياة 51 شخصاً بحسب البيانات الرسمية وبات نقل السكان إلى مناطق أكثر أماناً من أولويات السلطات الظهر مفهوم النازحين البيئيين في استراتيجية الحكومة بشأن النزوح الداخلي للعام 2040 ويشير البنك الدولي إلى أن هذه الكوارث الطبعية تشكل تهديداً خطراً لإستقرار تاجكستان الاقتصادي وتقدر الأضرار التي سجلت بين عامي 1992 و2019 بأكثر من مليار وثمانمائة مليون دولار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر